القراءة السريعة أحد أسرار الدراسة الذكية اليوم الأستاذ بسام صراح رح يعرفنا كيف نتعلم بنقرأ سريع صباح الخير أستاذ بسام صباح الخير أهلا وسهلا بك هلأ إحنا عادة يعني أنا مثلا بنقرأ يعني بناخد وقتنا بحس حاليا هيك بس توعب أكتر ليه بتقول أنه القراءة السريعة أفضل الصباح الخير للأصدقاء الطلبة والسادة المشاهدين الحقيقة أنه الدراسات أثبتت مش أنا أنه فيه سر مهم في موضوع القراءة لازم نتقنه إحنا كنا لما بدينا وإحنا صغار كيف نقرأ يعلمون أن نقرأ حرف حرف كلمة كلمة مثلا قناة رؤية قناة رؤية حرف حرف وصار عنا هذا الاعتقاد أنه لازم تقرأ كلمة كلمة وحرف حرف لما كبرنا نسي وما أحد حكارنا أنه هذا بطل لازم صار مقن فيه ملايين الكلمات قدرات ممتازة العين صارت مدربة وبالتالي ما عدنا نحتاج نقرأ ببطء وبتهجئة هلأ شو أثبتت الدراسات الشغل المهمة عشان يكو وسر أنه فيه علاقة طردية بين سرعة القراءة وزيادة الاستيعاب حجم الفهم فإذن كل ما زادت السرعة بزيد الفهم وكل ما قلت السرعة بقل الفهم المعادلة غريبة بشو سر هالحقيقي العلمي اللي لقوا برضو علماء الدماغ وعلماء التربية والدراسة والقراءة لقوا أنه بمجرد ما تبطئ في سرعة قراءتك بشت عقلك العقل بيده أشياء سريعة وجزذابة ومثيرة حتى يظلوا مركز على موضوع واحد بمجرد ما تبطئ بيبدأ يشت لو الكل يجرب بأي كتاب يقرأ مثلا سطر هيك بهدوء كلمة كلمة بيلاقي أنه بسهولة ممكن يشت ذهنه إذا بشت تركيزه بيقرأ سريع بيظلوا مركز أكتر حتى أي جنلي هنا لو قلنا مثلا لزيادة سرعة القراءة بهذا البطء اللي أنا فيه لزيادة سرعة القراءة استخدم الدليل البصري هذا مدعا لأن العائل يشت عما لو بتقول لحالك بيقرأ لحالك أو بتحكي للناس لزيادة سرعة القراءة استخدم الدليل البصري يوسع مجال للرؤية كذا 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 العائل بيظله معك فإذا السر الرئيسي وراء الموضوع أنه كل ما بتزيد سرعتك بيظل عقلك معاك طبعا بدك تأخذ قرار أنك تركز كمان مش يكون مخك بفوتبول ولا بإشي ما هو مابني مبني يعني هلأ هو أي سر هو هذا إحنا هلأ بالسر الخامس معناه كمان ما هو بدي يكون مخلص الأسرار الأربعة الأولى ودخلنا كله تراكمي إنترح تعطينا خطوة خطوة شو نعمل لحتى ندرب حالنا نقلأ سريع بس قبل ندخل بها الخطوة خطوة بدنا نشوف طب ليه إحنا بنقرأ بطيء تمام الحقيقة في مجموعة أسباب لبطء القراءة أنا سجلتها هون اختصارا للوقت حتى ما يروح وقت وأنا قاعد بسجل للمشاهدين أول واحدة اللي هي العادة أنه إحنا متعودين نقرأ كلمة كلمة حرف حرف وهذا الحقيقة كتير خاطئ لما نكبر عقلك بصير يقدر يقرأ مش كلمة كلمة وكلمتين كلمتين بقدر يقرأ سطر سطر وبقدر يقرأ فقرة فقرة لهذه الدرجة الحقيقة أنا رح أوصلكم بعد شوي بالتحفيز لموضوع القراءة أنك بقدر تقرأ كتاب كامل باستيعاب كامل بين ساعة لساعتين هل أدفي معلومات وعلم جديد اسمه القراءة السريعة بالمستقبل بجوز الصح لنعلمهم إشي اسمه القراءة التصورية هذا كأسرع كمان بس نحكة على القراءة السريعة التقليدية العادية إذن أول سبب عدد التهجئة وهلأ بنورجيهم ليش بطل هذا إله لازمة السبب الثاني أنه في كتير ناس بقرأوا بصوت عالي ولما تقرأ بصوت عالي بتكون بتشغل ثلاث أشياء بتشغل عينك اللي بتشوف بتشغل عقلك وبتشغل بنفس الوقت جهاز النطق فتركيزك بروح على ثلاث جبهات إحنا بنلغي جهاز النطق وبنقرأ بصمت خمسة بالمية بروحوا لشغل العين وخمسة تسعين بالمية للتركيز الذهني هيك وصلت الدراسات ثالث شغلة التحريك الخاطئ للعين التحريك الخاطئ للعين أنه كتير من طلابنا بتلاقي بخلص السطر برجع على نفس السطر أو على السطر قبله أو بقفز له السطر هذا ما نسميه التحريك الخاطئ للعين مش مدرب العين أنه تمشي بشكل سليم ترجع تبطع على السطر الأرض بالضبط وعشان هيك في حلول وفي تجارب في تمرينات وتدريبات رح حكي لكم يا أهلا كيف عينك ما تخطئ كيف أنك تضلك تمشي تخلي السطر ترجع للي ورا ما ترجع لنصف السطر أو لسطر قبله أو تقفز السطر السبب الرابع بالبطء ضعف التركيز إذا أنت أصلا مش مركز في قراءتك رح تلاقي حالك مشتت مش عارف أنت وين مش فاهم بدي أرجع وكذا قلة ممارسة القراءة معنا خبرة وهي مهارة بدأ تدريب وآخر شغلة من أسباب ضعف القراءة أو بطء القراءة عننا اللي هو التراجع شو التراجع بتقرأ شغلة شاكية كيف فهمت أو ما فهمت بترجع بتقرأها مرة ثانية بترجع بتوقف بتقرأها مرة ثالثة هذا بيخلق عندك نوع من الارتباك في المعنى العام وبيضعها في تركيزك وبالتالي بيضعها في سرعتك إذن هذه كانت الست أسباب لبطء القراءة طيب شو الحل مجموعة حلول في مجموعة حلول الحقيقة مش ضرورة تمشي على التمن الحلول بس كل ما استخدمت أكتر منهم كل ما بيكون هذا أسهل أول شغلة استخدم الدليل البصري من الأشياء الحلوة كتير اللي لقناها أنه أنت عينك سريعة جدا وبتحب تمشي وراء إشي فأي إشي بتحرك عينك بتقدر تمشي وراءه بنفس السرعة تبعته فلو حركت الألم هيك ولا هيك العين شغالي معه إذا بتلاحظي وبالتالي ننصح طلابنا ما يستخدم الدليل البصري يعني يا بيستخدم ألم وأفضل من الألم أصبعك لأنه أصبعك دائما معك أنت بتقرأ حرك أصبعك تحت الكلام وبأي سرعة بدك إياه وعلك راح يضله شغال معك بنسمي استخدام الدليل البصري اللي هي القراءة باليد القراءة باليد هذه واحدة من التقنيات اللي اسمها القراءة باليد تاني شغلة مجال الرؤية كتير من الناس بيحسب أنه عينه هالأدة ورؤيته هالأدة لو أي واحد فينا وقف وتطلع قدامه وما عمل شي بس تطلع قدامه لأي درجة هلأ أنا شايف الكاميرا قدامه وشايف الستران دقاعده وشايف الفليب شارت وأنا مش جاعد بحرك عيني شايفها شايف على يميني في كاميرا تاني أو على شمالي في سكرين هالأدة الرؤية إحنا شكي بنقيسها بنقول أنه بتفتح إيديك هالأدة مجال الرؤية الأفقية بنسميها وهالأدة مجال الرؤية العمودية إذن عيني بتشوفها الأد وليش أظلنا حاشر حالي بحرف حرف كلمة كلمة هالأد العين قوية غير إنه العين بالدراسات أثبتت إنها فيها قدرة عشر تلاف ضعف أحسن كميرا اخترعوها اليابانيين عشر تلاف ضعف فبالتالي لازم تستغل هاي الإمكانية وتربطها مع ذهنك تبدأ تسرع إذن توسعة مجال الرؤية رح يساعدنا كتير يعني أصدقك بنفتح نشوف الساطر من أول إلى آخر وننقل هيك بذلك تبطل تطلع على الكتاب كأنك أول ابتدائي حرف حرف كلمة كلمة خلي عندك ثقة اقرأ بسرعة اقرأ الكلمة ككلمة وبعدين رح يدربهم هلأ على مجموعة وراء أنا جايبها كيف تقرأ كلمتين ثلاث كلمات أربعة كلمات بس نكمل هدولي عشان يزدل فيه تسلسل للحلول لا تقرأ بصوت مرتفع حلأ إنك تقرأ بصوت مرتفع خلي القراءة صامتة إلا بحالة واحدة بننصح فيها تقرأ بصوت مرتفع إذا عدت مثلا بتحاول تحفظ شعر تحفظ قصيدة هذه بساعدك أنك تسمعها غير هيك كل الكتب الثاني اقرأها بصمت رح يفيدك أكتر في بعض الناس الحالة الثانية الخاصة اللي بيكون الناس سماعيين بيفيده إنما هذه الحالات الأليلة ارغب نفسك على عدم التراجع وإحنا بنقول لنا بظل الطالب بيقرأ وبرجع لنفس الجمل اللي قرأها أو نفس السطر أو نفس الفقرة وهذه سببها الحقيقية عدم ثقته بأنه فهم أنا بدي أنصح طلابنا أنه خلي عندك ثقة بعقلك عقلك جبار في مليارات المعلومات لما هلأ صار عمرك 14 15-16 امشي بسرعة حتى لو أنك كنت شاكك أنه فيه إشي ما فهمته ما تقلق لأنه بقدر يفهم من سياق الجمل من سياق الموضوع لن تظل لك تدقر على كل كلمة والآن وبركي ما فهمتش ما تخاف في كتير منهم بقول لك بركي بالامتحان ما رأيش أجاوب إذا هيك بتعمل بتبطل تعرف الجاوب لأنه إذا عندك ثقة بعقلك بإمكانياتك صارت تمشي بسرعة صارت النظرة الكلية والمعنى الكلية في ذهنك بتبطل عندك مشاكل هالأد مهم تثق بأنك بتقدر تفهم وما تتراجع أول مرة مرتين راح تقول لحالك مع أول خلاص أمشي كأنك خايف كأنك عامل عملة امشي لا تقلق عيش مع المؤلف هذه من الطرق المهمة إنه إذا بدك تقرأ أي إيش وتقدر تسرع فيه بشكل عظيم لازم تكون فاهمة عن إيش بنحكي فاهم الموضوع الفرق شاسع ما بين أنك تقرأ إيش مش فاهمه وأنك تقرأ إيش فاهمه ففي بعض المواضيع لما تلاقي إنه فيها كلمات معقدة وجديدة عليك قبل ما تبدأ تقرأ طلعها العشر اتناعشر كلمة طلع ديكشنري إذا بدها ديكشنري أو استشير حدا شو معانيها حط المعاني بس مجرد من المعاني تصير واضحة بذيهناك بسير السرعة كثير أسهل بعدها ستة استخدم المصطرة شو معنات استخدم المصطرة لو تخيلنا إنه مثلا مثلا هاي مصطرة وقعد بتقرأ عشان ما تصيرش فيه الارتباك والتراجع وكذا وصير عندك ثقة إنك مش قاعدة تلخبض حط مصطرة تحت الخط اللي بتقرأه وقرأ بسرعة استخدم الديل البصر يوسع مجال الرؤية لا تقرأ بصوت مرتفع وهكذا لو تخيلنا إنه هاي مصطرة طبعا المصطرة أنا حفو أسهل اللي وراها استخدم الشباك شو الشباك بنجيب ورقة أو كرتون زي هاي بنقص بنمقص فتحها على أد السطر اللي في الكتاب فبصير عندك عمليا شباك لكل سطر بتقرأ على أدو هذا تدريب ممتاز اللي عين تبدأ تركز تبطل تقلقوا عيونك رايحة زايغة يشمالوا يمينوا فوقوا تحت أولها كلنا هيك مع التدريب هذا لمدة أسبوعين ثلاثة بس المصطرة والشباك بتلاقي أنك صارت منظمة عارفة هون بالضبط تمشي كتير سهل وكتير حلو رائح ما بتتخيلوا نتائجه عليكم هلأ رح أقولكم شو تعملوا كتمرينة عشان تشوفوا الفرق آخر واحد من الطرق هادي غير شرعة قراءتك ما تكون مملة نفسك صح أي واحد أنتوا طبعا المزيعين عندكم خبرة عظيمة بها القصة أنه ما بس يدللك تحكي بنفس سرعة بطيء أو متوسط طبعا لازم تتحرك وتغير أولا عشان أنت ما تمل وتانا عشان اللي بيسمعك ما يمل وما يشت هدول التمن أسرار أو مهارات هلأ أنا شو بدي من طلابي وأصدقائي الطلبة يعملوا قبل ما يبدوا يطبوا أي شي افتح أي كتاب سواء كان كتابي لللي اشتروا أو أي كتاب عندك وإقرأ صفحة أو صفحتين قبل ما تقرأهم عد كلماتهم رح تلاقي كل صفحة مثلا نفترض فيها 150 كلمة صفحتين 300 كلمة هلأ حط منبه وشغل وقول لحالك هلأ بدي يسدين سرعتي خلص الصفحتين وشوف قديش أخذت معك وقت شو اللي بدنا نستنتجه إحنا عدد الكلمات اللي بتقرأها بالدقيقة أوكي الواحدة هلأ بعد ما يعرف عدد الكلمات أكتر الناس للأسف معدل إرايتهم إشي يعني كتير بطيء ما بين 80 إلى 150 كلمة بالإيش بالدقيقة أوكي وهذا كتير بطيء ليش بطيء؟ لأنه بمجرد ما تبدأ تطبئ هدو رح تلاقي أنه بتقفز سرعة القراءة عندك لـ 200 300 400 600 كلمة بالدقيقة أوف وبسهولة ممكن توصل للألف يعني بطل العالم السنة الماضي للقراءة السريعة اسمه شون آدم وصل لـ 3850 كلمة بال بالدقيقة الوحدة عارشو يعني 3000 يعني بقدر يقرأ كتاب بنص صحة روعة هاي السرعة بس إحنا هلأ مش طمعنين فيها هذا مدرب على مدار سنوات إحنا بدنا نرفع من 80 إلى 150 للـ 300 400 600 هذا معدل الطلاب السهل يعني كل الطلاب اللي بيحضروا عندي دورة الأسرار أو دورة القراءة لحالها بوصلوا بسهولة للـ 600 شو معنا توصل للـ 600؟ شوف الـ 6 شغلتين أولا إذا كنت 150 اللي هو هون أحسن إشي للـ 600 هذا أربع أضعاف أيوة معناته الكتاب اللي كان يأخذ معك ساعة صار بده ربع ساعة برافو بدل ما تقعد أربع ساعات بس هيك زي اللي بيقرأ بهيام وسرحان ومش عارف كيف تخلص شجد أمورك اقرأ صاح بتخلص بدل أربع ساعات بساعة هذا شو بيعطيك أولا ثقة بالنس وقت إضافي والأهم استيعابك بزيد البطء زي ما قلنا ضد التركيز بشت عقلك هلأدها هذا الحكي مهم لو كل واحد بده درب حاله في البيت بشكل ما يجرب هيك هلأ مثلا أنا بدي أورجيهم إثبات أنه ما محتاج تقعد تقرأ حرف حرف وكلمة كلمة لو هلأ مثلا مثلا بثواني رح أحط أقل من ثانية هذه الكلمة لأي حدا شوفها بأي سرعة بتقدر تقرأوها شو اللي مكتوب الجميع الجميع الحقيقة أنت ما قرأتها حرف حرف لا أنت صورتها بعينك القوية هلأده لازم نبدأ نثق بعيننا وإمكانياتنا ودماغنا طيب هلأ هذه كانت كلمة هلأ كلمتين وبرضه بدي كل حدا يقول لي إيش اللي مكتوب هوني السترندة مسكنة هي دايما بتساعدني لأنه أنت بعض عنه جربي حبيتها هاي الجميع يحب الجميع يحب بجزء الحقيقة من الثانية ما مرى الثانية نجرب إذا تلت كلمات بتقدر تشوفهم وبرضه بسرعة ما رح أخليها تمر أكتر من الثانية يجرب السترندة الجميع يحب قناة الجميع يحب قناة ثلاث كلمات أنا متأكد أنه ما أراتهم لا كلمة كلمة ولا حرف حرف طلع آخر رواق آخر صحة به هدول الجميع يحب قناة رؤية الجميع يحب قناة رؤية أربع كلمات كل واحدة فيها أربع خمسون حروف بلحظة بأقل من جزء من الثاني ليه؟ لأن عينك هيك مصممة هدية من ربنا عين رائعة عشرة ألاف ضعف أحسن عدسة اختراحها البني آدم وعقلك مدرب في مليارات الخلال العصبية فليش البطء؟ هذا البطء كان مفيد وإحنا عمرنا أربع سنين لنتعرف حروف هلأ أنا ليش كاتب هذا بخط الإيد ما طبعته بروزته عشان يعرفوا الناس أنه في بيتك اعمل لحالك أو إذا أم عند أولاد صغر تعملهم أو إذا الشاب صار عمره أربع طاشر خمسة ستاعة اعمل لحاله هيك أشياء بخط الإيد مش ضروري يكون أشي فخم تقلى سادي بيطلعوا واحدة تانية بيقرأها مش ضروري تحطها كتير ثواني جزء من الثاني بعد فترة بكفي هيك لمحة بتلاقيه صرر القطها بتعود صوري يقرأ بشكل غريب الإنسان بيقدر يطور إمكانياته ومهراته بثواني هادي هلأ الكل قرأها أنا متأكد ماحتجوش أن أحط ثاني جزء من الثاني كلمتين بنبدأ نزيد لهم إياها بالتدريج لثلاث كلمات لما يلزم طبعا أنت حضرتك قادرت تسرعي طبعا زي هاي أنا أتمتع بي لا ليش امتليها بسرعة بذاكرة حديدية بحكي معك لما بتحكي وتقرأ بتأثر بعدها فيه كمان واحدة أنا عاملها صارت كلمة كلمة ثلاثة خمس كلمات أنا متأكد أن الطلابي متأسف الكاميرا بيقدر يلقطوها حالو أربع كلمات رح تكون سريعة جدا بجزء من الثانية أنا متأكد أن الكل بيقدر يقرأها هلا قاعدين بيجربوا بيلاقوا أنه بيقدروا يقرأوا خلي ثقتك تزيد بنفسك على هاي الكاميرا اتأكد اتأكد أنك أنت بتقدر تقرأ أي إشي بعد الفترة من التدريب الرائع هذا رح تلاقي حالك تقدر تقرأ فقرة مش بس كلمة وكلمتين وثلاثة هدول مجرد محاولات من عندي بيكون تحط أي إشي إما عن كتبك أو عن أي مادة وصير تدرب عليهم ورح تستغرب قدرتك كيف رح تتطور وسرعتك بالإقراية رح تتطور هاي قبل الأخيرة أنا أؤمن الله يحب إذا عمل أحدكم عملية نتقرة بيصير يقرأها هيك بثواني لأنه صار مخهم درب أنا أعطي كل شيء حقه عبادة الدراسة عائلتي تسليتي لما يبدأ يتدرب على هاي الأشياء على بسطتها ببرائتها بخط إيدك على أي وراء أنت وأخوك أنت وأمك الوالد الأهل بثواني ابدأ تجرب أول إشياء العين رح تتدرب الموخ رح تتدرب ثقتك من نفسك بزيد المرة جاء بتقدر تسرع أكتر ضروري يعرفوا شو يعني الفرق ما بين أنه تكون سرعة 150 بطء تشتت ذهني إحباط أربع خمس ساعات بعشر صفحات ليه؟ إحنا عندنا الإمكانية أن نقرأ كتاب كامل بساعتين إذن ليش نضيع مني عشر أضعاف اللي لازم أقدر أنجزه هذه كانت الأشياء الرئيسية إحنا بنسمي ستي التقنيات اللي بنستخدمها تقنية القراءة بس عشان تكون ثابتة باليد واللي حكينا عنها اللي هي البلو البصري هاي حبيتها أنا كتير أنه بسي تلحق تلحق الإيد تلحق الأصبع بالظبط هلأ شوف أي شيء هلأ لو إيش تحرك على طول عيننا إجباري أوتوماتيكي بتمشي وراها قطة بني آدم أي شيء فلذلك العين عندها هاي الطاقة تاني شغلة بنسميها تقنية القراءة بالعين شو ديهم يعملوا طلابي بيفتحوا أي كتاب زي ما حضرتك عاملة يتطلع بس على كلمة في نص الكتاب في نص الصفحة نص الصفحة أي كلمة وثبت عليها رح تلاقي حالك قادر تشوف الكلمة وفوقها كلمة وجمينها كلمة وتحتها كلمة وشمالها كلمة ما رأت أنت بتقدر بالتدريج بتتعود عينك أنه أنا هل أدى عيني بتقدر تلقوت مش كلمة كلمة تنتين تنتين سطر سطر فقرة فقرة بتثق بحالك بعدين بيصير الصفحة تأخذ منك جزء من الثاني آخر التقنية القراءة بالعقل وأصد بالعقل هاي اللي هلأ أخذناها أيواء لا مش هاي الأولانية اللي هي أنك عيش مع المؤلف افهم الموضوع سواء كانت كتاب علمي أو رواية أو كتاب مدرسي كل ما فهمت كل ما بساعد عينك واستيعابك إذن مربطيني ببعض بس تمشي على هدولي وجربهم ببراءة حتى لو أنا مش قدامك رح تلاقي حالك سواء من 150 ل300 اشتغل على الموضوع الستمية سهلة واللي بتغلب يحكي معتي لفهم بسعبك كمان أنا عجبني كتير الشباك لما قلت أن أجيب كرتوني وقصة هيك أحعمل لأبني بزاكلي وبتخليه بصير شوي شوي بعود حاله يتذكر بس يركز بس على السطر بعدين بصير يعمل القراءة بالعين مين قبل بتيجي الأصبع أول شي يلغي التراجع ويستخدم دليل البصر عشان ما دلوش يرجع ويثق بحاله ما يطلعش من السطر للسطر فهدول أول شغلتين المصطر والشباك هدول البريئين يبدأ يستخدمهم يفتح الكتاب يمشي من المصطر هيك وينزل يعني إشي الشباك اللي هلأ حضرت حكيتي عنه يفتحها وسير يشتغل عليها بس يخلص دول يبدأ يدرب حاله على ما نسميه مجال الرؤية وحتى بالأشياء العادية يوقف ويقول لحاله أنا شو شايف ويبدأ يدرب حاله بالتدريج بتزيد بتتوسع ويبدأ يطبقها على الكتب يطلع على كلمة واللي حواليها وبهاي الطريقة رح يلاقي حاله أنه قاعد بفرق كتير معه الاستيعاب والسرعة والوقت بنوفر وقت رائع وقت كويس بنوفر مش نص ساعة وربع ساعة بنوفر تقريبا ثلاثة ربع على الوقت أكثر الولاد بيجوني بيشقول يا أستاذ احنا بننام ثمان ساعات بالمدرسة ثمان ساعات و بنعود طول نهارنا للبيت ندرس مين قال لك لو لازم تدرس وصلا هذا بيعمل الإحباط وبعد شهر شهرين بيكتئب بيبطل بيدرس بالمرة استخدم هاي الوسائل هاي متاحة هاي لكم هاي كلها محطوطة في الكتاب هذي الكتاب نشغل ثلاث سنين عشان يسهل عليك رائع بيحدوش ستة لاف ساعة عمل عشان يطلع الكتاب سهل كتير بسيط كتير بس يمشي في خطواته مش مقلوب من أنك تعمل شيتاني الخلاصة يعني فيه الزبدة أو الخلاصة و هذا عم بقول قبل شوي كمان إجابالي يعني الستات اللي عندهم ولاد صغار ممكن يعملوا مسابقة بيناتهم يكتبوا لهم كلمات هذولا الفلاش كارد بصور يتباروا و يريدوا يقرأها أسرع و شوي شوي عم نعود هذا الولاد آخر ثانية ستة بالنسبة له المرة الماضية يجب أن تتذكر حكنا لهم عن خرائط الذهنية فبديهم يعرفوا أن الخرائط الذهنية ليس بس للطلاب زي ما أنت قلت أنا الموظفين إلي ما أنها الأب أدرب على الزاكرة والتركيز أول ما أصح الصباح بقول لها حالي شو بدي أطلع أعمل في جامعة كان عندي محاضرة في جامعة كذا 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 بعمل له خريطة شو بدي أحكي في قناة رؤية بسهولة بحط أن القراءة السريعة اختبار سرعتك الحالية زي ما قلنا لهم يعمل على ستوب ووتش أسباب بطء القراءة تقنيات القراءة اللي حكناهم والطرق زيادة زي السرعة بس تعملها على شكل خريطة مرتبة ملونة فيها كم شكل و كذا خلاص انحفرت في مقا لو ما معي ورع لو ما معي أي إشي كل هذا الكلام صار في الذهني انت هيك يا طالب رح تقدر بسهولة تبدع في دراستك وفي جامعتك وفي مدرستك وفي انتحاناتك إذا كان هالأدعاء لك مركز وعندك الأدوات الصحيحة لا كتير رائع شوي شوي الواحد يدرب حاله شكرا أستاذ بسام صلاح شكرا